اشتركوا في القناة ثم الصلاة والسلام التاماني الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ألا إنه التنزيل والذكر والهدى وفيه من الإعجاز ما لفكر عاجز تحدى به الأقوام فالكل مفحم فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر وفيه من الإيجاز ما حير الفكرة وأي بليغ ما تغنى به فخرا أيها الضيوف الكرام نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حب ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الحضور طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا فحضوركم شرف لنا ويضفي علينا أنسا وسرورا فبارك الله في مسعاكم وعلى موائد القرآن يحلو اللقاء فكتاب الله يجمعنا ونصلح به أنفسنا ومجتمعاتنا وعلى هديه نقيم منهاج حياتنا معنا اليوم أيها الإخوة ضيوف من مختلف دول العالم من العراقي ونيجيريا وبركينفاسو والصين وتركيا والفلبين جاءوا ليحضروا معنا في هذه الندوة المباركة حول مائدة القرآن الكريم الدورات القرآنية وأثرها في توعية الشباب جمعية المحافظة على القرآن الكريم أنموذجا والذي يزيد المكان رفعة وسرورا حضور الدكتور أنور أبو دياك فحياه الله الأستاذ الدكتور أنور أبو دياك دكتوراه في التربية الإسلامية وعضو مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم سابقا رئيس اللجنة التربوية المركزية فيها ومدرب معتمد من العديد من المؤسسات التدريبية وكذلك لا ينسى الأيتام فهو مدير لمركز الطالبية لرعاية الأيتام الآن أيها الحضور الكرام نترك المنبر لأهله والقوس لراميه مع فضيلة الدكتور أنور أبو دياك فليتفضى المشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام حياكم الله حديثنا اليوم معكم حول مؤسسة وطنية أردنية قرآنية هذه المؤسسة لله الحمد والمنة تأسست منذ عام 1991 في هذه السنة تداعى عدد من العلماء والمشايخ والإخوة الكرام في هذه البلد الطيبة للحديث حول ضرورة وجود مؤسسة تدعم الثقافة القرآنية تدعم الاهتمام بالقرآن الكريم فهما وتدبرا وحفظا طبعا قبل ذلك لا يعني هذا أنه لم يكن هناك مؤسسات تعنى بالقرآن الكريم يعني في الأردن كانت هناك مؤسسات التي تتبع وزارة الأوقاف دور القرآن الكريم المنتشرة في أنحاء المملكة موجودة في المساجد في الغالب موجودة في المساجد أحيانا يكون في داخل المسجد في مبنى أو غرفة أو يعني شيء خاص لتحفيظ القرآن ويكون هناك أحد المكلفين بذلك من قبل وزارة الأوقاف هناك قسم من القرآن الكريم في وزارة الأوقاف موجود يعني هذا النشاط موجود سابقا لكن أثره وتأثيره كان ضعيفا وقليلا يعني لو أردنا أن نجري مقارنة بين عدد الحفظة الذين كانوا موجودين في الأردن قبل تأسيس هذه الجمعية وعدد الحفظة الآن بين عدد المجازين برواية حفص عن عاصم أو بروايات كلها يعني هناك دلالات نستطيع أن نستدل من خلاله على نجاح هذه الجمعية وعلى أهمية وجود هذه الجمعية بعد مرور هذه السنوات الطويلة يعني تقريبا أكثر من 27-28 سنة حصيلة وجود هذه الجمعية إن شاء الله كمان شوي متكلم في الأرقام موجودة في العرض كان يعني التأثير هائلا في المجتمع الأردني والتغيير الذي حصل على وجود الحفظة وجود المجازين بالروايات يعني المعروفة وجود الذين يهتمون بتنشئة أبنائهم على القرآن الكريم على مستوى الأطفال الصغار عندنا يعني مراكز تحفيظ القرآن تستقبل أطفال الصغار فيما يسمى نادي الطفل القرآني نادي الطفل القرآني هذا يأتي الأطفال أربع إلى خمس سنوات من أربع سنوات وخمس سنوات الآن كل سنة تقريبا يتخرج من هذه النوادي من خمسطعش إلى عشرين ألف طفل خمسطعش إلى عشرين ألف طفل يتخرجون من نادي الطفل القرآني فقط نادي الطفل القرآني منتشر في جميع أنحاء المملكة وهو بديل عن الروضة يعني الأهل يعتبرونه مثل الروضة وهو يعلم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة والحساب الأمور الأساسية يعني يقول ولي الأمر لماذا أبعث بابني إلى روضة يعني عادية لماذا لا أبعثه إلى نادي الطفل القرآني فيتعلم مع اللغة العربية يتعلم معها القرآن الكريم فيحفظ وهو أربع أمره أربع سنوات يحفظ يعني نصف جزء وعندما يكمل في السنة التمهيدية ما يسمى بالتمهيد يعني كي جي ون كي جي تو يسموه في هذا يعني لما يكون يعني الصف التمهيدي اللي هو قبل الأول ابتدائي يحفظ جزءا واحدا يحفظ جزءا واحدا من القرآن الكريم حفظا متقنا ويكتب ويقرأ ويعني يعرف مبادئ الحساب فحتى أنه يعني الآن في مشكلة الآن في عملية الترخيص وكذا ودخلنا في متاهة في هذه المسألة أنه هذه بعض أصحاب الروضات صاروا يشتكوا علينا صاروا يشتكوا على الجمعية أنه يعني هذه سحبت الأطفال مننا سحبت الأولاد مننا وأصبحت يعني بعض الروضات والكذا التي تجاور المراكز القرآنية التي يوجد بها هذه النوادي يعني تشكوا من قلة المرتادين فهذه دلالة على النجاح ودلالة على يعني الاهتمام المجتمع المحلي بمؤسسات جمعية المحافظة على القرآن الكريم هذه المرحلة الأولى مرحلة الأطفال الصغار بعد ذلك هناك لدينا ما يسمى بالمركز الدائم المركز الدائم في كل مركز من مراكز جمعية المحافظة القرآن الكريم عدد هذه المراكز ألف وخمسين مركز حتى الآن والعدد يتزايد ألف وخمسين مركز منبثة في جميع أنحاء المملكة اثنين واربعين فرع يعني يدخل في هذه الفروع ألف وخمسين مركز يعني ممكن فرع واحد يكون عنده ثلاثين مركز ألفين مركز مثلا نحكي فرع مثلا فرع لمقابلين منطقة في عمان سمع لمقابلين تجد في هذا الفرع عشرين مركز أو أكثر منتشرة في منطقة لمقابلين بس في منطقة لمقابلين فمعظم هذه المراكز لديها مباني مستقلة ولديها كادر يعمل بها كادر من الموظفين وكادر من المتطوعين موظفين يمكن يقتصر على موظف موظفين اثنين أو ثلاثة بأقصى حد لكن المتطوعون كثر شوف أهمية العمل لله عز وجل والتطوع المتطوعون خصوصا الذين يعلمون القرآن الكريم أغلبهم متطوعون في كل مركز هناك في هذا المركز تعليم لجميع الأعمار منذ الصف الأول الابتدائي وحتى يعني الشيوخ الكبار اللي عمره ستين سنة وسبعين سنة بعضهم يأتون لكي يدرسوا دورات في دورات التجويد دوراتنا يعني تتدرج هناك دورات التمهيدية دورة التمهيدية ثم الدورة المتقدمة ثم الإجازة تمهيدية يدرس في الدورات التمهيدية عندنا يعني عشرات الألف حتى الآن تخرجوا يعني في البلد إذا بنعطي إحصائية ويعني لا يحضرنا لقم بالدقة بالنسبة لدورات التمهيدية يمكن تجاوز المائتي ألف تجاوز تجاوز المائتي ألف بالنسبة للدورات المتقدمة في حوالي 60 ألف حتى الآن تأثير المتراكم المتزايد على مدار السنوات في هذه الدورات فأصبحت كل مركز مكان إشعاع للمنطقة فيأتيه الناس وينتظموا من خلال هذه الدورات بالمركز الأولاد لدينا في المركز مثلا المركز الدائم هذا المركز الدائم يوجد به مناهج وهذه المناهج أشرف بأن أترأس اللجنة التربوية التي قامت على إعداد هذه المناهج قمنا بتطوير مناهج خاصة بمراكز تحفيظ القرآن تركز على القيم والمهارات تركز على القيم والمهارات لأننا عندما درسنا أوضاع المجتمع كان لدينا مناهج قديمة مناهج قديمة يعني تركز على العلوم الشرعية المباشرة يعني في مثلا تفسير في حديث في فقه تطرح من خلال المناهج فلما وجدنا لما نظرنا من دراسات الحقيقة وجدنا أن الطلاب في هذه السن سن المدرسة يدرسون في مدارسهم الاعتيادية ويدرسون بعض هذه العلوم الشرعية في التربية الإسلامية في المدرسة هذه واحدة اثنين وجدنا أن الجيل والنشئ في هذا الزمان يحتاج بالدرجة الأساسية إلى تعديل السلوك يحتاج إلى تعديل السلوك إلى الاهتمام بالقيم بالأخلاق كيف ننشئ جيلا على خلق القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إيش كان خلقه القرآن طيب كيف نجسد خلق القرآن في سلوك أبنائنا نحتاج إلى مناهج يعني تعالج هذه القضية تحديدا فركزنا على الأخلاق والقيم في هذه المناهج وضعنا منظومة منظومة من القيم تتدرج بالأطفال منذ الصف الأول والثاني نعتبرنا مستوى ثالث ورابع مستوى آخر خامس وسادس مستوى ثالث وهكذا حتى يصل إلى التوجيه وهناك قيم وأخلاق متدرجة يبنى بعضها على بعض ضمن منظومة محددة فإذا وصل الطالب إلى مرحلة التوجيه يعني يكون قد أخذ معظم الأخلاق الإسلامية وتخلق بإذن الله يعني هو القيم والأخلاق لا تنتهي بحظ محاضرة أو درس في داخل المركز هي يعني حياة منهج حياة لكن نحن نحرص من خلال حرصنا في هذه المناهج أن نربط الطالب بالمركز ويرتبط المركز مع الأهل ليقيم خلق الطالب وسلوكهم فهناك يعني قائمة سلوكية يتابعها المركز مع الأهالي في البيت ليعرف منهم ما الذي تطور على سلوك الولد أو الشاب هذا المنتظم في جمعية المحافظة على القرى الكريم الذي يعني يتدرب في أحد مراكزها ما الذي حدث له بعد أن حضر هذه طبعا إحنا يمكن يومين في الأسبوع فقط يأتي الطالب إلى المركز يومين في الأسبوع في كل مرة يمكن ساعتين ساعة ونص ساعتين ويحضر في كل مرة محاضرة أو يعني درس من قبل شباب متطوعين متخصصين في هذا المجال وقد أكرمنا الله عز وجل أنه وضعنا برنامج تدريبي لهؤلاء المعلمين معلمي السلوك والقيم والأخلاق مع القرآن طبعا وضعنا هناك منهج لحفظ القرآن ومنهج أيضا لتعليم السلوك والقيم فيتعلم الطالب السلوك والقيم المنبثقة من القرآن مع عفظ القرآن الكريم يعني كمنهج كما نقل لنا عن منهج الصحابة أنه كانوا يتعلموا كل عشر آيات فيتعلموا منها الأخلاق والسلوك ويتعلموا الأحكام فتعلمنا العلم والعمل جميعا هكذا نحاول يعني من خلال تدريس القرآن الكريم مع السلوك والأخلاق والقيم في منهج متوازن يسير بالطالب متدرجا إلى أن يصل إلى مرحلة التوجيه هذه حقيقة أحد أهم إنجازات الجمعية في المجتمع الأردني حتى الآن أنه إحنا استطعنا الحمد لله أن نوجد هذه المناهج التي من خلالها يمكن أن ينشأ الأطفال على السلوك الإسلامي نجد الآن يا إخوة أنه نحتاج إلى عشرات الدراسات إذا أردنا أن نتكلم عن تأثير جمعية المحافظة على القرآن الكريم لأن الأمر ليس بالهيئة نتكلم عن ثمانية وعشرين سنة وأقول هذه يعني متدرجة ومتراكمة الخبرات فيها متراكمة حتى وصلنا إلى الآن إلى الانتشار الكبير جدا في القرى وفي البوادي في أقصى المملكة في الشرق في الجنوب في مناطق البادية التي لم يكن يصلها دعاء ولا يصلها أحد ويعني طبعا هناك فيها مدارس وكذا لكنها بعيدة جدا عن التأثير الآن استطعنا بحمد الله بعد مرور هذه السنوات الطويلة أن نجد موطع قدم هناك هناك مباني للجمعية هناك كادر للجمعية هناك معلمون للجمعية موجودين وهناك إقبال رائع من أهل تلك المناطق على المراكز الجمعية والتأثير لا يمكن كما قلت أن نضبطه لأن هذا يتعلق بأنك تتكلم الآن عن شيء يبنى قليلا فقليلا شيئا فشيئا ومعد ذلك تجد الإنسان يصبح رجلا فاعلا مؤثرا هناك من المهندسين هناك من الأطباء هناك من العلماء هناك من الذين في جميع مجالات الحياة الآن من حفظة القرآن الكريم من الذين حافظوا القرآن في محاضن الجمعية أصبحوا يتواجدون الآن في كل مناحي الحياة في الأردن وتمثل في سلوكهم يتمثل في أخلاقهم يتمثل في عطائهم في بنائهم لهذا الوطن فيما يقدمونه لمجتمعهم لا يخلو الأمر من الذين يعني يشوشون على الجمعية والذين يحاولون أن يقللوا من جهدها والذين يحاولون أن يصنفوا عملها تصنيفا سلبيا وأن يربطوا بينها وبين الإرهاب هناك بعض الكتاب للأسف يعني من العلمانيين من حاول أن يضع ما تقدمه الجمعية في هذا الباب وإن كان الحقيقة هذا ظلم وافتراء كبير جدا لأننا كما قلت نعلم السلوك والقيم والأخلاق وتدبر القرآن الحقيقي بمعانيه الحقيقية في مراكزنا لأنه الحقيقة والواقع تقول خلاف ذلك لأن من تربى في محاضن الجمعية هم من أكثر الناس حبا للوطن هم من أكثر الناس تضحية للمجتمع هم من أكثر الناس اهتماما بحاجات الناس وتلبية الاحتياجات الناس واندماجا مع الناس فكيف يكون هذا في الإرهاب؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن أبدا لكن هذا نوع من الافتراء والتشويش الذي يحدث على الجمعية نحن يعني بحمد الله في الجمعية لدينا مجالات عمل متعددة حتى نتكلم يعني في الإطار الأوسع هذا الإطار اللي تكلمت فيه هو إطار المراكز القرآنية هناك إطارات أيضا إطارات أخرى ومتنوعة ومتعددة تعمل فيها الجمعية هناك المجالس العلمية مجلس الشيخ فضل عباس رحمه الله تعالى هذا له مجلس علمي والمجلس يجتمع كل فترة من الزمن ويهتم بإرث وتراث الشيخ فضل عباس وأخرج للمجتمع وللوجود تفسير الشيخ فضل عباس وطبعته الجمعية ما بعرف إذا كان وصل لبعض الإخوة هنا أو لا يعني يمكن إن شاء الله نتكلم الجمعية تهديكم نسخة لهيئة علماء المسلمين وتشوفوا إن شاء الله نسخة منه هذا أحد الإنجازات أيضا هذه أحد أدوات العمل التي تعمل فيها الجمعية المجالس العلمية منها مجلس الشيخ فضل عباس رحمه الله تعالى أيضا هناك من مجالات عملنا الإصدارات العلمية الإصدارات العلمية الآن يعني نيفت على أكثر من ثلاثمائة كتاب تقريبا أهمها كتاب الفرقان الذي يعني يتحدث عن أحكام التلاوة هذا كتاب أحكام التلاوة طبع طبع يعني أكثر من خمسة عشر طبعة حتى الآن وصدر منه حوالي أكثر من 200 ألف نسخة ووزع فيه جميع أنحاء العالم هذا أحد الإصدارات طبعا هناك إصدارات كثيرة جدا بالتعاون مع العلماء والمشايخ وكذا كل من أراد أن يعني يصدر كتابا باسم الجمعية هناك لجنة علمية خاصة في الجمعية تجتمع وتقر ذلك إما أن تأخذ به أو لا تأخذ بما يخدم أهداف الجمعية فأهداف الجمعية بالأساس هي خدمة كتاب الله تبارك وتعالى خدمة كتاب الله فهما تدبرا حفظا نشرا لثقافته هكذا يعني تعمل الجمعية من إصدارات الجمعية يعني شيء بسيط نذكر اللي هو مصحف القرآن الكريم بلغة بريل لغة بريل يعني للصم والبكم هذا يعني يمكن في صعوبة كان في هذا الموضوع للصم والبكم أن يقرأوا القرآن الكريم فأصدرت الجمعية يعني القرآن الكريم بلغة بريل وطبع منه عشرات الآلاف ووزعت أيضا في جميع أنحاء العالم هذا أحد إصدارات الجمعية وقد أهدي إلى الكثير من المؤسسات والأشخاص في جميع أنحاء العالم لما يعني له من أهمية وقيمة هناك القرآن الكريم المصور يعني هذا يمكن يكون فيه نوع من الإبداع الحقيقة أنه كيف أنت تعرض صور القرآن الكريم من خلال صور ويعني تأثيرات صوتية وبصرية الآيات من خلال التأثير السمعي والبصري يعني عبارة عن سيديات تقريبا يعني أصدر منه عدد من الصور ليس كاملا يعني أصدر منه عدد من الصور لا أحفظ يعني كم صورة تقريبا تم إصدارها لكنه يستخدم لتعليم وتسهيل تعليم القرآن وخصوصا للأطفال يعني عندما نقول مثلا سورة المسد كيف ممكن نعرض صورة المسد من خلال هذا السيدي يعني في الطالب يرى ويسمع ويعني يشاهد فيستطيع أن يفهم بسرعة ما هو المراد من الآيات ويحفظ الآيات بسرعة أكبر هذا جزء أيضا من إصدارات الجمعية المجالات التي قلت يعني أننا نعمل بها مجالات متنوعة ومتعددة الجمعية اليوم ملأ السمع والبصر من خلال وجود إدارة رئيسية في منطقة جبل الحسين موجودة لمن أراد أن يزور الجمعية يعني أبوابها مفتوحة هناك عشرات الموظفين الآن في الإدارة العامة وهناك كما قلت 42 فرعا 42 فرع في كل فرع في مجموعة وعدد من الموظفين في جميع أنحاء المملكة والعمل جار على التطوير وهناك تحديات الحقيقة تحديات التي تواجه الجمعية من أهمها تحدي الإنفاق تحدي المن الحقيقة هذا يعني يمكن من أكبر تحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية والعاملة في العالم الإسلامي عموما وهناك طبعا بعض الأمور التي لا يسمح بها التي تضيق الخناق على الجمعية في موضوع جمع التبرعات لكن في إطار آخر يعني لم نتوقف واستطعنا الحمد لله حتى الآن يعني أن نحقق الكفاية الذاتية من خلال جمع التبرعات ومن خلال الوقف في موضوع الوقف الوقفيات التي يعني استطعنا أن نوجدها حتى الآن يعني تقريبا حوالي مليون دينار قيمة الوقفيات هذه التي تم بناؤها وتدخل على الجمعية شهريا يمكن ستين سبعين ألف دينار شهريا لتنفق على العمل القرآني على إدارة العمل القرآني هذه الحمد لله كان من خلال حملات خاصة خلال السنوات الماضية استطعنا أن نجمع عدد من التبرعات نبني فيها مجمعات تجارية أو مجمعات سكنية تؤجر وقف لصالح الجمعية استطعنا من خلاله ولله الحمد أنه يعني نغطي نفقات الجمعية مش كلها طبعا بجزء معين لكن يبقى تبقى الحاجة إلى التبرعات قائمة تغطى من خلال يعني فريق للجمع التبرعات يعمل بشكل شخصي لأنه غير مسموح لنا بجمع التبرعات على شكل يعني حملات حملات رسمية ممنوعين فينا لكن بشكل شخصي اتصالات تلفونية نذهب إلى المتبرع ويحضر منه التبرع وهكذا ضمن وصولات رسمية حتى نستطيع أن نواجه المتطلبات اللازمة للعمل القرآني أنا أكتفي بهذا القدر فيما قدمته وأترك المجال إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة واستفسارات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلته خيرا وأن ينفع به وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالنسبة للمراكز كيف تدير المراكز نفسها هل هي تطوعية بمعنى أنها تحصل على موافقة المركز وفق آلية معينة ثم تدير نفسها بنفسها أم كيف أنا أود أن نتعرف على هذه الآلية وشكرا لكم أرى الله هو الحقيقة الجمعية تعتمد على اللامركزية فالفروع قائمة بذاتها يعني دعني نقول أنا فترة طويلة كنت في إربد مثلا فرع إربد أتكلم عن فرع أعرفه فرع إربد من أكبر الفروع الموجودة يعني ينضم إلى فرع إربد حوالي يمكن 120 مركز أوك المراكز تتبع الفرع الفرع هو الذي يتابع المراكز الفرع لديه هيئة إدارية أو لجنة إدارية تديره متطوعة ولديه أيضا عدد من الموظفين الذين يتابعون هذه المراكز فيشرفون عليها فنيا وإداريا كل مركز معني بتدبير شؤونه المالية فهو يعني يجمع كل مركز يجمع ويحاول أن يستقل بنفسه والفرع كذلك معني بتدبير شؤونه المالية بل هو بل أزيد بل هو مطلوب منه أن يدفع نسبة معينة للإدارة العامة 5% يدفع للإدارة العامة نسبة معينة حتى يعني تستطيع الإدارة العامة أن تقوم بإدارة شؤونها الفرع لديه كل الإمكانيات التي تستطيع من خلالها أن يتابع هذه المراكز فهو يتابعها من زي ما قلت إدارية الفنية في عنده لجان إجازة لتسميع ولمتابعة إعطاء الإجازات وكل شيء خاص فيهم موجود عندهم وهكذا ففي لا مركزية بشكل عام موجودة في الجمعية هاي أحيانا هي جانب جانبها إيجابية لكنها بعض الجوانب السلبية التي تخلق لنا بعض المشاكل أحيانا هناك بعض السياسات العامة التي أحيانا تتجاوز من قبل الفروق لا نستطيع نقول أنه في الفترة الأخيرة استطعنا ضبط يعني هذه التجاوزات والوصول الحمد لله إلى صورة عامة مناسبة للجمعية بنسبة كبيرة جدا متوافقة بين جميع الفروق في ختام هذه الندوة المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر سعادة الدكتور أنور أبو دياك على ما قدم لنا والشكر موصول لكم أيها الأخوة الحضور ونلتقي إن شاء الله في ندوات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا